عرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن رضاه للتقدم الذي حصل في المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية معبرا عن أمله للوصول إلى اتفاق نووي نهائي مع القوى العالمية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة وقد أكدت مصادر دولية أن الجمهورية الإسلامية التزمت بشكل كامل بتنفيذ اتفاقية جنيف النووية التي تم التوقيع عليها قبل أشهر لحل الخلافات النووية مع القوى الكبرى قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال خطاب أدل به في محافظة سيستان وبلوشستان شرق إيران أن الوصول إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية خلال فترة ستة أشهر أصبح أمرا ممكنا مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية ستسعى إلى إلغاء العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية على الجمهورية الإسلامية وأشار روحاني إلى صعوبة المحادثات مع الغرب وقال أن طهران ستسعى إلى رفع العقوبات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية ودول العالم وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواز ظريف قد أكد سابقا أن طهران والقوى العالمية ستبدآن بكتابة نص مشروع الاتفاق النووي النهائي خلال الشهر المقبل مؤكدا أنه سيتم التباحث بشأن عدة قضايا في إطار الخطوة النهائية في نيويورك من جانب آخر أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن جولة من المفاوضات النووية القادمة على مستوى الخبراء بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد ستعقد خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من مايو المقبل في نيويورك وستدخل المفاوضات مرحلة إعداد نص الاتفاق النهائي وفي السياق نفسه أكدت وكالة الطاقة الذرية أن إيران خفضت بمقدار النصف مخزونها من اليورانيوم وفقا للاتفاق الدولي الذي تم إبرامه في وقت سابق من العام وسمحت طهران للمفتشين الدوليين بالاطلاع بشكل أكبر على برنامجها النووي لتهديئة المخاوف الدولية من أنها تسعى إلى صنع أسلحة نووية وتصر طهران على أن برنامجها النووي له أغراض سلمية وتأمل في التوصل الاتفاق مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها بشكل نهائي